بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو اصدقائي وفيديو جديد نتكلم ان شاء الله في الهتيروسايكل الكمبونز عند الحلقات الخماسية واشهرهم البايرازول والاميدازول زي ما انا رسمى لكم كده البايرازول اتنين نايترجين جنب بعض وعلى موقع واحد وموقع اتنين الاميدازول على الموقع واحد وموقع تلاتة سهلة جدا خلونا نبدأ على بركة الله بعض التمارين اللي هتسبت معنا المعلومات عندنا بيقول يا ترى دي طريقة طرق تحضير ايه? اول حيك خلينا نعرف شكل شرحنا قبل كده طرق تحضير الاميدازول والبايرازول اللي مرسوم عندنا او المطلوب عندنا ده هممكن نرسمه كده اللي هو داي الداهايد نرسمه كده كده اتنين الداهايد هنا يعني اتنين كيتون اتنين سوري كربونيل جروب مع اتش عشان كده صار الداهايد هو الداهايد وليس كيتون اوكي يبقى داي الداهايد ده اسمه ايه? كلايوكسل مع الفورمل داهايد اللي كلنا عارفين شكله سيدا بالبوند او اتنين اتش ده مونوالدهايد لان فيه كربونيل واحدة لكن دات فيه اتنين ممتاز الاتنين مع بعض في وجود الامونيا يا ترى يحضر لي ايديات احدى طرق تحضير الاميدازول اللي هو الاميدازول اللي قلنا هنا وهنا اوكي? تلاتة على موقع واحد وتلاتة يبقى اول ما لقي داي كيتو داي الداهايد مع امونيا وكمان فورمل داي بقى انا بحضر اميدازول لكن اخو البايرازول البايرازول لما لقي اسيتيلين مع داي ازوميثان على البارد في الكولد من غير هيتين. اوكي? طب تعالوا نشوف مع بعض كده. برسم لكم الاسيتيلين والديازوميثان. الاسيتيلين كلنا عارفينه اللي هو الكاين. سي اتش اتش. اوكي? مع الديازوميثان اللي هو ان احيانا برسمهم كده ان تريبل بوند سي اتش اتش. ده داي ازو داي يعني اتنين. از يعني زي ما احنا هارفين. طبعا في الهتيلو. دايازوميثان. ميث يعني كربون واحد. المركبين دول مع بعض طبعا شرحتوهم بكده في طرق تحضير البايرازول. اوكي? الاتنين مع بعض هيحضروا لي البايرازول. ممتاز. يبقى لما نلاقي كلمة امونيا في الغالب يبقى اميدازول. يفتكروا اللي فيها ام ام. لكن هنا الاسيتيلين مع الديازوميثان بيحضر لي البايرازول. دايازوميثان. دايازوميثان سريع كده نرسمها. دايامين يعني اتنين امين. ارثو البعض يعني ان اتش اتو هنا وان اتش اتو هنا. اوكي ده ارثو فينيلين دايامين ممتازين. المركب اللي هحطه على السامة والري ايجنت اللي هحطه على السامة عشان يحولهولي الى بنزيميدازول. بنزيميدازول يعني بنزين اهو. حلقة بنزين لزقة في الاميدازول. ده اسمه بنزيميدازول. ايه اللي انا بحطه على السامة بكل سهولة مش لسه احنا شايفين هنا عشان احضر الاميدازول اصلا كنا بحتيج فورمل دهايت. اوكي? يبقى انا هنا برضو نفس الكلام عشان احضره هحتاج فورمل دهايت اللي هو ده. اكي? يبقى اكتب على السامة او اكتب بالطريقة دي ده او ده صح. اكي? نفسه. اه ترتيب القاعدية ده من اسهل الاسئلة انا بعتبرها من اسهل اسئلة. ليه? لان انا لما اجي ارتب القاعدية هفكر مين الاعلى? مش لازم نبص في النص. مين الاعلى? لازم نعرف حاجة. اولا ده البرول. البرول دايما اقل المراكبات قاعدية. يبقى دايما رقم واحد هيكون اخر حاجة. يعني انا بص على دي اختار بين دي ودي. عشان يكون ده اخر واحد. تمام? ده السؤال فقيرة? اربعة. تمام? طيب. انا عندي اي دلوقتي? انا اشوف اخر واحد? واشوف اعلى واحد. اعلى حاجة العلماء اكتشفوه ان الاميدازول. اميدازول اعلى واحدة. يبقى ثلاثة هو الاكبر شايفين الفتحة كبير عند الفتحة. يبقى اكبر واحد في القاعدية هو الاميدازول. يا لي مين? مش مهم. مش لازم الترتيب. بس انا هقول لكم المعلوماتكم. يا لي البايرازول. اوكي? العلماء اكتشفو كده. ولان اه طبعا فيه اتنين نايتروجين. وجود اتنين نايتروجين بيخليهم قاعدة قوي. لكن الاميدازول اقوى من البايرازول. لان البايرازول بيعمل حاجة اسمها يعني كل اتنين بيلزقوا مع بعض. فبيخلي اللومبير ضعيفة. لكن هنا بتاعة الاميدازول قوية. اي قاعدة في الدنيا عشان اقول ان هي قوية كلمة قاعدة اصلا ان هي بتمنحني دونات اللومبير. فبما ان اللومبير متاحة فهي على الاميدازول متاحة اكتر من البايرازول. لان زي ما قلت لكم البايرازول بيعمل يعني كل اتنين يشبكوا مع بعض. طب بيضعفوا القاعدية وبيضعفوا اللومبير. واضح فانا هبص على مين دايما بصوا ما تلغبطوش. البرول اضعف واحد فهو لازم يكون في الاخر. يبقى واحد هنا واحد هنا. ده استبعد اي ودي هستبعدهم. طب مين اعلى واحد? تلاتة ولا اتنين? قلنا الاميدازول اللي هو واحد وتلاتة. اوكي. هنا مركب اللي عندي اعلى حاجة في القاعدية. البيبردين. ليه? لان البيبردين ما عندهوش روابط جوه. فاللومبير قعدة لوحدها كنا مرتاحة. لكن لو اللومبير بتاعت النيتروجن زي البيبردين بتدخل في الريزونانس بتلف لانها تعتبر الكترونات. فبتلف مع الروابط الحلقة دي. الروابط الداخلية بتريزونانس فريزونانس فهي مشغولة. مش متاحة عشان تتفعل مع الاحماد. فهي قاعدة تعتبر ضعيفة. لكن البيبردين اقوى منهم. يبقى البيبردين لازم تكون اول واحدة. عشان كده. لو لقناها اول واحدة خلاص. اوكي? عايزين نتأكد اكتر. لازم البيبردين تكون اخر واحدة. اهي. شطوا لي. مين البيين برودكت? الاميدازول والبايرازول بيحب يتفعل في موقع اربعة. بيدخل الاستبدال في رقم اربعة. فس او ثري اتش هتدخل هنا. لان ده رقم واحد اتنين تلاتة اربعة. واكتبوا عنده اربعة اثبتوها. اوكي? ممتاز. which of the most probable main product? ده برضو النيتريك اسد. النيتريك اسد مع ده اميدازول نات بايرازول. يا طرح هيديني ايه? هيديني لو نلاحظ ان ده الاميدازول بيحبه بيتفعل في موقع اربعة. زي اخوه البايرازول. ايه المين برودكت of this رياجنت? فاكرين من شوية? اهو لسه رسمعهم كل اسيتيلين مع الدياز وميثان. ماشي? يبقى ده كانت طريقة تحضير مين? طريقة تحضير البايرازول. يبقى ترسموه بايرازول. ثمانية بين البايرازول. اهو اول واحد. which is the main product of the following? لما لقي امونيا او هيدرازين هيدرازين. يبقى انا اه هنا هيدرازين مش امونيا. لان من شوية قلتلكم الامونيا بتحضر البايرازول. اه سوري الاميدازول. لكن هنا ده اسمو هيدرازين. او احيانا بيسميه هيدرازين هيدريت. المهم. لما الاقيه مع اه الاستر ده طبعا اه لا سوري ده مش استر. استر لازم يكون فيها جماعة سيدابل بند او하고 بعدين او او كي ما يكون في سيدابل بند او او هو ده الاستر اوكي انا لو لاحظ ان انا عندي هنا او ايثيل 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 مع الهيدرازين يترى بدا هيحدر لي انا هقفل المركب واعملوا więcej حلقة انا حطة اتنين نايترجين عشان انا هحضر اما بايرازول او ايميدزول يترى انا هحضر مين فيهم انا هحضر البايرازول هحضر مين البايرازول اللي هو اتنين جنبه بعض والميتايل هنا والميتايل هنا. لو نلاحظ ان هنا انا مش بعمل استبدال حد يقول لي ان ليه ما عملتش موقع 4. لا انا بس بقفل مركب نفسه. فالاو ايثايل دي والاو ايثايل دي كربونا هنا. الايثايل عبارة كربونتين. واحدة منهم قفلت الحلقة هنا والتانية هي فوق. ونفس الكلام دي. واحدة كربونا هنا والتانية تحت. فهم هيحصل ايه? هلاقيهم على موقع ثلاثة وخمسة. خلاص? لان هي افلت. لكن لو نفس المركب ده بقى انا حطيت كده ساهم وحطيت مسلا سالفوريك اسيد. هيدخل الاستبدال هنا برضو في موقع اربعة دي سابتة. طيب ده نفس السؤال بالزبط بس بس بذلك الاو ايثايل حطي لنا ايه? دايكيتون. دايكيتون. الميتان وميتايل هتفضل نفس ما هي على موقع خمسة. والان والان بتاعة الهيدرازين نفسها يبقى انا هنا في فقرة عشرة. هعمل اه هحضر بايرازول مستقس فيه برضو على موقع اتنين وخمسة. على موقع ثلاثة وخمسة. اوه هنا انا بقى لقيت ان انا عندي مين امونية. يبقى انا هنا اول ملاقي الامونية اما بحضر اميدازول. مع مين اهو مركبين الفورمل دهايد برضو على طول. يبقى انا ميدازول. وده شبه جلايكزال. كان هنا اتش واتش. جلايكزال هو ابسط دايل دهايد موجود. واضح? اوكي. يبقى انا هنا عندي بحضر الاميدازول. اه وعندي الاستبدالين الميتائل وميتائل زي ما هم. لاني بس هقفل الحلقة دي ودي. الاكسوجينات بتتشال والدابل بوند بتدخل. والميتائل وميتائل زي ما هم. بس هقربهم من بعد والنيتروجين هدخلها طبعا عشان كده دخل بجزئين امونيا عشان احضر الاميدازول. يبقى افتكروا داين الامونيا فيها ام بتحضر الاميدازول اللي فيها ام. مهمة جدا. اه اخر فقرة تسخين دا فينيلين داي امين. لسا رسمه لكم. مع دا السؤال اللي فات كان اورثوفينيلين داي امين مع ايه? مستيلين تقريبا. اه اورثوفينيلين اه اللي بيقولك ازاي نحاول الاورثوفينيلين داي امين الى بنزا مع اميدازول. كنا بنفعله مع الفورميك اصد. مع اه 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 الفورميك اصد. انتبه. بسوا حبيبي. هنا لما ارسم سي او. او اتش. دا اسمه فورميك اصد. حمض. لكن لو قلت سي او. اتش. واتش دا اسمه فورمالدهايد. فانتبهوا. اوكي? مهم الفرق بينهم. دا عبارة عن سي او اتش من هنا واتش من هنا. لكن دا سي او او اتش. اوكي? المفروض ان هو في اتش من هنا برضو واتش من هنا. لكن دي يبقى دا اسمه ايه? حمض الفورميك. اللي هو حمض النمليك. لما النملة بتلسعنا وبيحصل لنا احيانا لسعة كده بسبب حمض الفورميك. فورمالدهايد دا. الفرق بينهم الاكسجين الداخل. طب لو قلت اصد مش فورميك اصد. هحط سي اتش تري. اصدك. عشان يبقى عندنا اتنين كاربون. اصدك اصد. المهم اصدك اصد او فورميك اصد. لما بفعله مع الارثوفينيل نين دا يمين. بحضر البنزميدازول. يبقى السؤال الاخير اكيد ان اه هحضر البنزميدازول. اللي هو فقر اتناشر هحضر دا. والميتايل اهي بتاعت الاسيتيك اصد موجود. طب لو دا ما كانش كان فورميك اصد. فورميك اصد ما فيش كده فيه اتش بس. يبقى ما فيش مش هلاقي المجموع دي. هحضر بنزميدازول بدون الاستبتال. لكن دي جت من اين جت من الاسيتيك اصد. تمام? اتمنى يكون المعلومات سهلة ويسيرة اتمنى يا رب ان انا اكون سهلت عليكم. لا تنسوني من دعواتكم ان شاء الله يا رب يكون علم نافع. ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك. اتمنى لكم كل توفيق في امان الله. اشتركوا في القناة